موسيقى اهلا وسهلا عزيزي المشاهدين اهلا بكم في برنامج محور نقاش حلقة جديدة مميزة على شاشتكم المميزة قناة الصحة والجمال تحياتي لحضراتكم جميعا ارجو ان تكونوا في افضل حال ونكون ان شاء الله كده ماشيين على النظام انا لن اكل ولن امل من ان انا اذكر دايما انه احنا في وقت حارج جدا في وقت يعني جائحة كبيرة تكتاح العالم جائحة الكورونا والفطر الاسود وكل هذه الاشياء التي ظهرت الان انا يعني برجوكم ان انتو تلتزموا بالاجراءات الاحترازية الكمامات التباعد الاجتماعي نستخدم المطهرات ونلقح يا جماعة نروح ناخد التلقيح وزي ما قلنا قبل كده مرات كثيرة التلقيح مجاني والتلقيح هو الحل الوحيد لانهاء هذه الازمة باذن الله النهاردة هنتكلم عن موضوع يهم كل مواطن مصري الا وهو التحديات التي تواجه من مصر هذه الفطرة الصعبة او الفطرة التي تمر بها مصر هذه الايام فطرة البناء والنهوض بالوطن فطرة ان احنا نبني بلدنا ان احنا نشوف بلدنا مصر العظمة مصر العظيمة مصر التي يعني نرغب في ان نراها بلدا حديثا متمدينا بلدا يستطيع ابناءه العيش بامان والعيش في رفاها والعيش الحياة التي يستحقونها النهاردة هنناقش كل هذه التحديات في الحلقة ومعايا ضيفي العزيز المستشار جمال راجح المحامي بالنقد والادارية العليا والامين العام لمدينة الجيزة بحزب مستقبل وطن اهلا بيك بالمستشار اهلا بيك كل سنواتك طيب كل سنواتك طيبة دايما يا رب الله يخليك احنا النهاردة بنتكلم عن التحديات التي تواجه مصر داخليا الاول نتكلم عن التحديات التي تواجه مصر عندنا تحديات كثيرة اه طبعا اللي ننهض بهذا الوطن ابرز التحديات دي من وجهة نظر حضرتك ايه هي بالنسبة للتحديات الداخلية اللي بتواجه مصر او بتواجه السياسة في مصر عندنا اهم حاجة من بالنسبة لملف التعليم ملف الصحة ملف البنية التحتية دلوقتي احنا بنشوف من الطرق وكباري احنا الحمد لله بنشوف طرق وتعتبر بتمثل طرق عالمية كباري عالمية توسعات مدن بيبتدي فيه تحديات كبيرة اول بتلاحق منها كسياسيا او كنهوض بالدولة او بالوطن ملف التعليم وملف الصحة الادمان البطالة ملف السلعة التنمونية والتدعيم السلعة التنمونية كل ده بيأثر اقتصاديا على الدولة يعني كل ده بيأثر اقتصاديا على الدولة بيأصد زي مثلا عندنا دلوقتي احنا كان عندنا الفائد والاحتياط في المال بتاع اكيد مليون المية بدأ ينخفض في مواجهة الدولة لجائحة كورونا طبعا صرفت الدولة كتير جدا ده من ضمن برضو اللي أثر الاقتصاد في الدولة بالنسبة ملف التعليم ملف التعليم بتفتح دلوقتي فيه مدارس بتبيني جديد فيه منظومة جديدة للتعليم بنحاول نواكب العصر بنحاول نواكب التعليم يعني مثلا بفتح ملف مثلا التعليم الياباني التعليم الألماني بدأنا نشوف ايه المناسب ايه اللي هو يقدر يطرحوا بينهض بالشباب عايزين جيل جديد طبعا السيد الرئيس دايما تفكيره الشباب الشباب والشبات بينهض هو بيبني وطن كانت فكك مفاصله طبعا الدولة كلها فيها كده كان فيها تفكير في المفاصل للدولة فبدأ ايه هو يبدأ بالملف في التحديات فديه تحديات قبلته الطرق الصحة التعليم الكباري انه مستوى معدل الفقر برضو بينهض طبعا عندنا دلوقتي مستوى حياة كريمة بيحاول يقدر يصعد بالناس دي يوازن المستوى ما بين الغني والفقير يعني بيحاول يرفع بما انك فتحت يعني تكلمت في بداية يعني ذكرت في بداية تعريفك للتحديات الموجودة في مصر فتحت ملف التعليم وانا ارى انه التعليم هو يعني الركيزة الاساسية للبناء طبعا لان بدون انسان متعلم يعي ويفهم معنى التحضر والتقدم والحفاظ على البنية التحتية بحنا ما عملنا شكرا لا 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 ما وصلتش طيب انت شايف ان الدولة اخدت خطوات جادة في هذا الملف لتصحيح مصاري التعليم في مصر اه وصلت يعني بالنسبة للا من اول المراحل يعني كانت اول مرة الدولة تدخل في مرحلة الكيجي وان الكيجي تو البداية يعني مثلا كان ده من الوزارة يعني لحد المرحلة التمهيدي ما كانتش بتكلم فيها فبقى دلوقتي في مدارس تجربية في من التمهيدي من بداية كيجي وان كيجي تو الحد ابتدائي الحد اعداده هم اهل العلم برضو فهم بس اللي انا شايفه من اختلاطي في الحياة السياسية بدأ ينهب بيها بدأ يركز على الطفل من وهو عنده خمس سنين موضوع بقى الشنطة والكتب اللي كانت على ظهر الطفل ومش الطفلة بيحاول يقلل بها موضوع التاب برضو بيوفر موضوع النت التعليم عن بعض برضو ده اللي هو وصلنا لي نتيجة جائحة الكورونا يعني بس طبعا ملف التعليم طبعا مصر اكتازت المرحلة الحمد لله اه الحمد لله الحمد لله وتصرف منها كتير قوي يعني كلفت الدولة جدا جدا ويمكن هي من العمل الوحيد اللي نزل الاحتياطي النقدي النقدي بتاع الدولة يعني لعني الدولة وجهتها بكل قوة وكل شراسة يعني طيب لناخد ملف ملف ساعة المستشار يعني بما اننا فتحنا ملف التعليم احنا بنقول فيه تحديات بتواجه الدولة طبعا الدولة وحدها لن تكون قادرة على او هتكون تواجه صعوبات ان هي يعني تهتم بكل هذه الملفات اكيد في وقت واحد فيه جنب مسئولية على المواطنين ومسئولية على الاحزاب السياسية الموجودة في مصر بما انك فتحت ملف التعليم حضرتك في حزب مستقبل وطن مستقبل وطن طيب جهود في محافظة الجيزة في مدينة الجيزة مدينة الجيزة كيف يساعد الحزب بتاع حضرتك حزب مستقبل وطن الحكومة في تحمل مسئولياتها في تطوير التعليم في محافظة الجيزة نا هي بالنسبة للأحزاب او بالنسبة ان نبدأها بس من الهرم من اول احنا لازم كمواطنين في البلد ان احنا لازم نعي كويس اوي مجهود الدولة لازم نعي كويس اوي مدى ارتقاء الدولة بالفرض او بالتعليم في ملف التعليم من بدايته حتى نهاية التخرج احنا كحزب او كأحزاب الاخرى بس حزب مستقبل وطن متفاعل موجود يعني احنا دايما في علاجات بتاعتنا بنحاول ان احنا نزلل العقبات بس مع مشاركة الشعب الجزاوي يعني مع مشاركة الاهالي مع التوعية دورنا ان احنا بنوصل لهم المفهوم التعليمي بنحاول ان احنا نوصل لهم صورة يا جماعة احنا لوحدينا مش هنقع الدولة لوحديها لازم يبقى يكون فيه مفهوم عند الفرض لازم يكون مفهوم عند اولئة الامور لازم يساعدونا لازم يساعدوا الدولة لان دلوقتي احنا مش هننهض مش هننهض لوحدينا يعني دوركو بس دور تثقيفي تثقيفي لمواكبة الاحداث داخل الدولة يعني مثلا الحزب هل يساهم مثلا مع الدولة في انشاء مدارس جديدة في ميزانيات في اي شيء من هذا الامر لا هو بالنسبة لمساهمة الحزب بتبقى مساهمات فعلية بتبقى تبرع مثلا تبرعات عينية تبرعات نائلية بيساعد للمدارس عندنا النواب بسم الله فيها مثلا ابتدائي وإعدادي مفيش سنوي عشان يروح سنوي بيمشي مثلا 3-4 كيلو او بيمشي 2 كيلو او بيركب مواصلة ده صحيح فبتكلف بتكلف وليه الامر للمواصلة فبيحاولوا يعني يملوا فيها انشاءة الحمد لله في مدارس تفتحة كتير او في الكرة بخلاف منظومة للدولة طبعا اللي هي تطوير الريف المصري انت عارف على مستوى الريف المصري ده داخل في اكتر من 600-400 مليار جنيه يعني التطوير تطوير القرى يمكن بتشوف في الميديا انت طبعا ميديا مكانك يعني بتشوف تطوير فيه بدأ في اللقص وبدأ أسوان منظومة الصحة تأمين الصحة على مستوى العالم اللي بدأ في بورسعيد اللي بدأ في الدولة في القناة دلوقتي بقى فيه تأمين يعني مفيش حاجة اسمه حد يروح على مستشفوي ما يتوصلش ده في تطوير القرى لكن في ملف التعليم أليس للأحزاب السياسية رؤية بالنسبة لتطوير التعليم في مصر أكيد طبعا بتتعارض مزارة التعليم على اعتبار أنه يعني يعني مفتكين بالأحزاب السياسية يعني المفروض أنها تفرز القيادات التي يعني تدير هذا البلد يعني مفروض أنه حزب مثلا لو أنه حزب أغلبية مفترض أنه رئيس أو مرشح هذا الحزب وممكن يبقى رئيس الإقومة أليس لهم رؤية في تطوير التعليم لا أكيد طبعا أكيد طبعا لأن احنا دلوقتي مثلا عندنا القادة السياسية عندنا قادة في الحزب من رؤساء الحزب من أول رئيس الحزب بينطقوا القادة السياسية بالذات في التعليم في كل مجالات فبيبقى في التعليم بحيث أنه إيه الرؤية بتاعة الحزب في التعليم الرؤية الحزب طبعا أنه هو يبقى نوصل نوصل للمعلومة أو نوصل التعليم بدون احنا كل لكل مشكلة عندنا عايزين نقلل عب ولي الأمر على التعليم انت عارف مستوى الدخل برضو مش يعني القصة كلها اقتصاديا اقتصاديا اه بنقرب له المدارس بنقرب له المواصلات طرق المواصلات ليها بنتمهيد الطرق ليها أحيانا بتوصل لطبع الكتب وطبع الملازم بنعمل فصول تقوية يعني مثلا بنجي امتحانات السنوية العامة بس طبعا عشان انت عارف موضوع كورونا التجمعات يعني كان الأول بنعمل مثلا كل منطقة مثلا اسم الجيزة امبابا الدقي المهندسين العجوزة اكتوبر كنا بنعمل مجموعات تقوية كنا بنجيب مدرسين على مستوى عالي بيراجع مع الطلاب قبل الامتحانات المواد الصعبة زي الرياضيات زي العلوم ودي كانت على فكرة لا بأجر الرمز دي كانت مجانا يعني مساعدة تمام وكان الحزب بيوفر اكبر واشطر المدرسين في المواد السنوية العامة يعني فدي كل منطقة السنوية العامة بتبقى قبل الاعدادية بتبقى قبل الابتدائية بنوفر لهم خلاف ان احنا كحزب عاملين فصول اللي هي محو الأمية لان احنا نحلم او نرتقي ان مصر تيجي في يوم من الهام تحتفل ان ما عندهاش أمية انه مفيش أمية ده حلم كبير جدا ده حلم كل الأعزاب وحلم مصر وعلى عاطق مستقبل وطن يعني من ضمن أهدافه بنعمل فصول معه الأمية حاجة جدية جدا بتتعاون معنا طبعا وزارة التربية والتعليم من على طريق المحافظات بيعملوا مكافئات فيها حاجة كمان جميلة أول فضل الحزب عندنا يعني مثلا احنا عندنا الطلبة الجامعات هو بيبقى عنده الثلاث شهور لأربع شهور الأجازة الصيفية طبعا قرار من المحافظ وقرار من الوزير بييجي الطالب بيلتزم بعشرة عشرة أشخاص طلبة الجامعة آه في مقابل أنه هو بيجي ياخد شيك آخر الثلاث شهور بيبقى من المحافظة من الدولة بمبلغ يتراوح ما بين ألفين لتلات تلاف جنيه فبتبقى حاجة جميلة أول أنا فت الطالب في الأجازة بدل ما يوعد على القهوة بدل ما يروح النادي بدل ما يوعد على النيت في طلبة ساكنة في الفيسبوك دلوقتي فهو لما ييجي إلى أنه هو بيعلم هو استفاد علم حس أنه عمل حاجة علم لنا عشرة آه خد آه مقابل أجر طبعا لما بينجحه وتم مجهود بياخد الشيك بتاعه بيستلم وبرضه من المحافظة بيستلمه من إدارة التربية والتعليم آه فهم الطالب اللي هو في الجامعة الدولة بتعمل ايه آه فهم ايه النظام فحس أنه هو شارك في حاجة جميلة أول اللي هي محول أمي محول أمي طيب آه ده بالنسبة لملف التعليم طبعا أنت ذكرت أنه آه يعني آه التحديات التي تواجه مصر من ضمن التحديات ذكرت البطالة البطالة آه البطالة دي آه يعني قصة كبيرة جدا هي قصة العالم كله هي قصة العالم كله لكن في مصر فيه قصة بطالة آه مرتفعة آه 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 يعني هذه النسبة الكبيرة من العاطلين عن العمل بيمثلوا عب على الدولة هذا العب آه آه لابد وأن آه آه الدولة تتحمله آه ولكن كما قلت أنه الدولة لا تستطيع أن تتحمل كل هذه الأعباء وحدها آه آه يعني لابد أن يكون للأحزاب السياسية دوراً آه آه في حل هذه المشكلة آه آه يعني آه آه أبرز الحلول التي آه قام بها حزبك آه لمواجهة مشكلة البطالة آه هو بالنسبة لأبرز الحلول الآن بها حزب مستقبل وطن دي برضو تماشياً مع سياسة السيد الرئيس لما عمل آه تكافل وقرامة آه حياة كريمة آه احنا ماشينا على نفس الخطة آه موضوع الكورونا طبعاً بالنسبة عندنا كان حاجة عندنا الأجور المتغيرة أو العمالة الغير منتظمة الغير منتظمة دي كابت مسألة مشكلة لأنه هو تعرف في البناء في الترخيص في العمالة العمالة غير منتظمة بعد ما جاء موضوع كورونا وقف خلاص الناس دي دخلها دخل يوم بيوم فخلاص قعد يعني حتى بيع الخضار بيع ما كانش فيه طبعاً انت عارف كان في حظ بيبدأ من كذا ينتقل كذا جاء الحزب بتاعنا مشكوراً طبعاً بقياداته جات لنا توجيهات وفعليات ان احنا نتولى مع أو نتابع الأشغاص دي لدرجة ان احنا وصلنا كلفنا طبعاً انت عارف الهرم الحزب بتاعنا يعني هو بيبدأ مثلاً ندي مثلاً مدينة الجيزة مدينة الجيزة أنا كان أمين العام عندي وحدات حزبية أو شياخة كانت زمان اسمها شياخة لو تبتكر بقت وحدة حزبية وحدة حزبية دي بتبقى متجمعة في منطقة مثلاً 3-4 شوارع 10 شوارع منطقة فبيبقى هو جايبنا احتكال فطبعاً كنا بنجيبي الناس دي كنا بناخد رقم بطاقته ورقم تليفونه اللي هو فعلاً خلاص قعد ما عندوش دخل يعني تعرف ده بيشتغل يوم بيوم الحمد لله نظمناها بدأناها جمعناها صعبناها لفوق كان بتصرف لهم خمسون جنيه شهرياً طبعاً كان غير الدعم سواء كان دعم غزائي دعم دوائي دعم توجيهات كنا بنوجه في الأيام الحظر والعزل والكورونا كنا بنحاول نوفر لهم الأدوية البروتوكول طبعاً البروتوكول ده كان معروف على مستوى مين معروف بروتوكول كورونا ده وكذا كذا أنا مش عايزة أقول في أسماء يعني عشان أنا مش فيه طبعاً احنا برضو عندنا أطباء داخل الحزب أطباء ده كلنا بنجيبه عن طريق التبراط عن طريق الدعم من الرجال الأعمال من الأعضاء الحزب هو حزب بيحب بلده هو حزب بيانهض بيحاول يساعد بيحاول يتواجد والحمد لله ثبت كل ده بدأ لي أن احنا أغلبية دلوقتي وحزب الأغلبية بس ده مش حل للبطالة سعادة المستشار دي مجرد مساعدات ما هي دي مساعدات لأن احنا في ظروف كانت مرت بيها الدولة أنا أتحدث عن الفترة اللي احنا فيها بتاعة الكورونا أنا أتحدث بشكل عام عن التحديات التي تواجه مصر حتى تستطيع النهوض وتبقى دولة في مصاف الدول المتقدمة فأنا أتكلم عن الحلول التي ينبغي أن تقوم بها الأحزاب السياسية لموجهة مشكلة البطالة يعني إزاي نساعد الناس العاطلين على العمل في أن هم يؤهلوا مثلا لأعمال أخرى إذا قفل مثلا في وجه أحدهم أواب الرزق كيف يؤهل هؤلاء وهل عندكم قاعدة بيانات عن الناس اللي هي عقلة عن العمل وبتستطيعوا عادة تأهلها لالتحاق بأحد المشروعات مثلا القومية التي تقوم بها الدولة أو مشروعات القطاع الخاص آه طبعا عندنا قاعدة إن المساعدة مش يعني تعلمنا أصداد سمكة وما تدينيش سمكة أو علمنا أصداد سمكة صح وما تدينيش سمكة لا إحنا طبعا عندنا قاعدة ديوب نتعاون طبعا مع شركات القطاع الخاص بدون ذكر أسميا تعرف صبعا فيه شركات قبرى في البناء بنحاول نتعاون عن طريق التدريب أو عن طريق بنبعت لهم مثلا شركات الأمن دلوقتي انتشرت في مصر كويس بقى فيه شركات أمن كتيرة بنبعت لهم بنحاول إن إحنا نوظف البطالة يعني بنحاول نوظف بطالة سواء عن طريق الدولة سواء عن طريق الشركات القطاع الخاص والحمد لله إحنا عندنا شركات عملاقة جوى البلد بتستجيب لنا يعني بنبعت لهم برضو سواء شباب أو بنات أو سبيان أو رجال كبار برضو فيه ناس بالذات برضو مركزين على موضوع الأرامل موضوع الأسر الشهداء الكلام ده كله بنبعت لهم والشركات دي بتستجيب جدا وبتاخدهم في أشغال ليه لأن الشركات في القطاع الخاص بتبقى مباحة أكتر بيبدأ عنده شغل مفتوح يعني عنده ما بيشتردش شهادة تعليمية ما بيشتردش مؤهل دراسي ما بيشتردش كذا هو حسن سر وسلوكه بيقولك طالما جاي عن طريق حزب ومستقبل وطن حزب أغلبية يعني إحنا برضو بيبعت له الناس اللي هي نعتبر صحيح في تسبقه جيدة جدا يعني بنحاول نوظفه يعني لو حد عنده مشكلة بطالة وتوجه لحضرتك إيه الشروط اللي تنطبق عليها عشان حضرتك تقدر تبعاته المكان أو تعيد تأهيله للتحاق بأحد لأ هو حضرتك سوان يلجأ بي أو أي حد داخل محافظة الجيزة عندنا واحد وعشرين أو عشرين أمين على مستوى محافظة الجيزة المحافظة جميعا كله لو دخل على الموقع بتاع الحزب حبي يلاقي كل أمين منزل يعني بالمجهود مع الأمناء أنا بسعى مثلا مع شركة ألف ده بسعى مع شركة به ده بسعى مع شركة جيم ده معه والله أنا عندي عشرين عندي خمسين عندي مية عندي بنحاول هما بيتجهدوا مذكور بيجي يقولك كذا كذا بنحط له الشروط أنت طبعا أنت عايز إيه إيه الشروط بقى يا فني يعني هو أحيانا الشركات تقول لك أنا عايز أمن أنا عايز كذا لأ إحنا بناخد الشروط بتاعتنا أنه هو يكون إنسان فعلا عايز ينهض بأسرته وينهض بحالته الاقتصادية هو مش عايز يشتغل وخلاص هو مش عايز يتعين أو هو بيبص الحاجة تانية عن الوظيفة دي بألف لا استنى ما بقى ألفين أبقى بثلاثة فيه ناس جدية جدا يعني فيه ناس بتشتغل بجدية جدا آآ بيبتدي إيه إحنا بنحطها لأول السلم يعني إنت على الأول السلم ما انت عاد في البيت بتصل في عشرة جنيه ومن انت شعارف تجيب العشرة جنيه لا إحنا بنحطك أول السلم ألفين جنيه ألف ونصف حد الأجور طبعا شركات كلها ربنا جزيها خيري يعني بدأ من ألف ومتي من ألفين ومتين لحد تتفدأت يعني مش هنقول هو حقق له كل أمنيته بس على الأقل ساعده بس على الأقل قدر يبقى عنده فبنلاقي الناس لما بنلاقي العناصر الجدة دي كويس أوب بنعمل كده زائد فيه حاجة تانية المشاريع الخاصة بقى اللي هو إحنا من الممارسة والاحتكاج بنحس إن الست دي أو الواجد هو عايز يشتغل اقتصادياً بس مش لاقي اللي يوجهه صحة مش لاقي اللي يوجهه اقتصادياً بنعرض على القيادات بنعرض على الأمناء عندنا بنعرض على نواب الحزب بنبتدي نشوف عندنا يعني مثلاً تعرف الحزب دي بكل الناس عندهم مصانع مثلاً ملابس عندهم مصانع غازل بني دعات لهم رامل دول يتدربوا عندهم أحياناً كمان بيكتشفوا إن فيه ستات هو المصنع محتاجه يعني بعد ما بيدربوا المفروض يبعته لي فأقول لي لا خلاص أنا خدته خلاص يعني هو الست شطرة اتعلمت بسرعة أفادت منها وفيه بعد كده بيدي يقول لي والله الخمسة دول العشرة دول الأشخاص دي تجرب مع الدعم بنجيب لهم مكان خياطة مكان تطريز مكان وبنحاول نوفر لهم المادة الخام وبنحاول نوفر لهم الجهة اللي هتشتري منها بمعنى إن أنا مثلاً أنا هعمل مثلاً معرض ملابس المدعم جميل أو بنديها المادة الخام تصنحها هي مع الاشراب بتصنحها بتعملها بطريقة جيدة جداً وفي نفس الوقت بنوجد لها المصدر اللي بيشتري منها يعني أنت بتساعدها تعمل المشروع اللي هو بقى إيه إن أنا علمتها الصيد بقى خلص بدل ما هي تبقى كاهل علي أو كاهل على الدولة فكذبت بطبيعي كذبت إحنا شعب بنحب استرياحة مادة مشروعها عايزة تكبر هتشغل معها اتنين تلاتة أربعة خمسة حسب بقى شطرتها وحسب رزقها وحسب ما هي عايزة تنهض بها وفيه بقى اللي هو مكتفي عارف اللي هو إيه بيعمل عشرين حتة في الشهر خمسين حتة ده برضو إحنا معاه بس بنجد ناس شطرة جداً سواء في السيدات أو في الرجال فدي برضو بيبقى الدعم منها حلوة أوي لا ومردود المشاريع الصغيرة دي المشاريع الصغيرة هي أساس الاقتصاد ما هي دي اللي بتعلم وده هيقودنا إن احنا نتكلم عن دور الأحزاب في تحديث الاقتصاد المصري والاستفادة من النمو السكاني السريعي يعني الخبراء بيقولوا إن في خلال خمس سنوات يتوقع إنه ينضمن سوء العمل في مصر حوالي ثلاثة ونصف مليون شاب طيب كيفية الاستفادة من هذه القوة ثلاثة ونصف مليون شاب وفتاة طبعا طبعا يعني بينضموا لسوء العمل كيف يعني تخطط الأحزاب السياسية كحزب مستقبل أنا ما بتكلمش عن الحزب بتاعها بطبع أنا بتكلم بشكل عام أو أنت برضو ممكن تكلم عن يعني ما تراهوا في داخل حزبك كيف تخطط الأحزاب السياسية للاستفادة من هذه القوة البشرية الهائلة عدد ضخم جدا من الشباب وهم أساس وعماد التقدم والنهوض بالوطن كيف تخططونا للاستفادة من هذه الزيادة السريعة في أعداد الشباب المقبلون على دخول سوق العمل هو طبعا إحنا لو ما استفدناش بهم بدل ما يبقوا قوة موالية قوة لرفع الاقتصاد هتبقى قوة متضمر الاقتصاد لأن إحنا لازم نستفيد أنت خلاص عندك كسافة سكانية كسافة سكانية أمر واقع على فكرة دي ميزة مش عيب لا طبعا ميزة هي طبعا عبء كبير على ميزانية الدولة في حالة إذا كانت هذه الكسافة السكانية غير منتجة واستهلاكية فقط لكن إذا كان مجتمع منتج ومجتمع عامل فهي ميزة كبيرة أكيد طبعا ميزة بالذات مع المدن مع المدن اللي أنشئت حاليا دلوقتي تحتاج منها طايفة معمار يعني فيها المعمار طب بتتقسم كتير طواقف المعمار بالنسبة للشباب برضو أنت بتحاول أو الدولة بتحاول تحاول تحاول شباب يعني يعني عايزة أقول لحضراتك حاجة أنت أول مرة تشوف الشباب مثلا يبقوا في أحزاب أو ما تشوف الشباب يبقوا نواب أو مرة تشوف الشباب يبقوا نائب محافظ يعني إحنا عندنا محافظات لأن نائب شاب شاب أنت بتشوف وزراء شباب يعني إحنا عندنا وزراء شباب بس إحنا عايزين إيه الشاب المنتج ماهو إحنا برضو عندنا برضو موضوع كسل ما هي الرؤية رؤية الأحزاب لاستقبال أو لاستخدام هذه القوة البشرية الجديدة يعني القوة الشباب مؤهلين دلوقتي خلصوا جامعة خلصوا تعليمهم الفني مقبلون على سوق العمل لابد أن للأحزاب رؤية يعني تستطيع من خلالها إدخال الشباب دي تحت مظلتها بحيث أنها تكون قوة منتجة في المجتمع تساعد الوطن على نور نعم بالنسبة للموضوع ده يعني إحنا بنسعى دايما إن إحنا نوجههم لزي مثلا مشروعات صغيرة الصندوق التنمية للدولة إحنا بنضمن الشباب دي بنعرض على الشباب بنضمنهم مثلا إن هو هياخد القرد بتاعه بيبدأ من خمس آلاف أو مئة آلف إن هو هيستثمره صح إحنا معاه بمعنى إن أنا عايزه ينجح وسدد القرد بتاعه لأنه من شروط صندوق التنمية إيه تقرد قرد بعشر تلاف نعم سددته من حاجة تاخد بعشرين سددته من حاجة تاخد باربعين بيضاع فممكن يبقى شاب في خلال خمس ست سنين بيشتغل في مليون اتنين مليون ثلاثة مليون فإحنا بنحاول برضو نوجهه ليه لأن إحنا عندنا برضو حاجة تانية يعني لو شاب نجح ممكن من نفس صحابه عارف اللي هو يعطلو زائد فيه حاجة هو ما عندوش خبر السقية ما عندوش فمش هسيبه عرضة ان يتنسب عليه تمام مش هسيبه عرضة ان يتدحك عليه فبنحاول نبقى وراء لحد بمجرد ما بنتأكد اللي هو عارف بديله خبر هو مع شهادة هو مع خبرة تعليمية هو مع مسقف هو بس ينقصه التجارة ينقصه التعامل مع التجار زي ما فيه تاجر شريف فيه تاجر برضو مش كويس يعني فيه فإحنا بنقوله لأ يعني ده لأ التعامل كذا على قدك ما تمشيش دي ضمنات في الصندوق يا جماعة ان الرجل ده ملتزم لأقدر الله لو حصل حاجة المساعد اللي حصل له ضرب فعلا مش اللي خد فلوسه يعني لو انه شاب اخد فلوس وحصل له ضرب حقيقي وظروف خارجة عن قراته لأ بنقف جنبه وبنسعى عن طريق الوساطة عن طريق الدعم المادي عن طريق الدعم الفني بنجيب له دعم فني بنجيب له لحد ما نوقفه بس ده مع الشاب اللي هو عايز اشتري مع الشاب اللي عايز ينتج مع الشاب اللي عايز يقول ها أنا مش انتم مين احنا مش عايزين انا عايزك تقول ها أنا انا انا وفرتلك عملتلك بيئة جميلة عملتلك اشتغل بيطلع ناس كتير بيطلع بيطلع شباب كتير اوي شباب كتير اوي بتطلع اوي يعني هما هما ينقصهم اه الخبرة والضمان وتحت مظلة قانونية مظلة شرعية اللي هو يعني ما يتنصبش عليه ما ما هو ممكن ييجي واحد انا هشتري منك المنتج بتاعك وعمل وعمل هو يعني عارف كده يعني خرج مجاش طفل لا هيلجأ مين عندنا طبعا حاجة اسمها امانات شؤون القانونية عندنا امانات التسقيف عندنا امانات التعليم عندنا امانات الصحة عندنا بيلجأ ليه لدرجة ان احنا برضو بنقعد معاكا شؤون قانونية مثلا انا كمحامي مثلا وعند لجنة شؤون القانونية كزا بنقعد لأ معاكا بنعرفه يتعاقت ازاي لقدر الله برضو لو حد نصب عليه التعريف ده سوء مفتوح فبنحاول ان احنا نضمنهم لحد ما نوصل لهم هدف ان هو انت يا عم كده بقيت تقدر تقدر تشتغل وتقدر عنصر منتج بطبيعي حقيقة ده عن الدولة بطبيعي هيخف التكلفة عن الدولة طبيعي هيقولك ايه وانا كنت مستني الوظيفة ليه ولا كنت مستني التعيين ليه اللهم انا ده انا بوظف لا وانا بوظف انا بوظف ده انا كمان ببعتولي حد اشغاله عنه وبعدين الغيرة برضو والمنافسة الشريفة والكلام ده كله بتفتح فانا رحاول نوصلهم للمنطب يعني انتوا عندك يعني فيه استعداد اه طبعا الاستقبال اه طبعا ده على مستوى جميع النهورية اه ده انت جيزة جميع الامناء جميع النواب مجلس الشعب يعني احنا الحمد لله عندنا اه لان كان من اهداف الحزب يعني التعريف اللي هو ايه امن وامان الوطن يعني احنا دايما بنشتغل امن وامان الوطن اه الامن ان انا لو وفرتله معيشة كريمة وفرتله انا خلاص يعني هو هيبقى مشغول اشغلت له وقته في عدد ساعات شغله اه فبتبقى برضو هو انا حطته وجهته عالطريق السليم اه زائب برضو مثلا هما بيبقى بيتعامل عن طريق نواب بيتعامل عن طريق عضاء الحزب بيتعامل عن طريق كوادر الحزب بيتعامل بيبقى فيه ثقة فيه ثقة في الطرف الاخر هو انتج اه طب هيوزع يعني هوما هو الراجل انتج سواء بيبقى مثلا بيجي ولك مشروع صاروح حيوانية فيه بيرب المعز فيه بيرب فيه بيبقى الهدف منها انتج لحوم فيه منها الهدف منها انتج البان فيه منها الهدف طب ما احنا عايزين نوفر له مصدر العلف ومصدر الاكل للحيوانات وع limitations نوفر له ان هو الانتج بتاعهم ونزحه الانتج بتاعهم نضمن له التوزيع ونضمن له العائد المالي أو العائد المادي اللي هو يقدر يقوم به مقاومات مشروع بتاعه حاجة جميلة جدا يعني أنا أتمنى طبعا أن الشباب اللي سمعنا أنه هم يعني يكونوا أخدوا فكرة أنه هو لو بيدور على أنه هو يعمل مشروع وأنه هو عايز يبدأ عمل خاص به ممكن يتوجه إلى أحد الأحزاب السياسية زي ما قال جماعي حزب مستقبل وطن واحنا بنقدم له في الصندوق في التنمية في الصندوق في المحافظة طبعا محافظته كل محافظة فيها الكوادر بتاعها من أول الأعضاء من أول الأمناء الوحدة لأمناء النوعية لأمناء العامة لأمين العام أمين التنظيم أمين المحافظة وسهل إحنا متوجدين في الشارع وبنوجهه صح بحيث أنه لو خد كارد لأن كارد سلاح زو حد دي هي يشتغل هي يتحبس فمش هينفع تاخد كارد تتغذر به لازم تكون جاد جاد وأهم حاجة أنت عايز تعمل إيه إذا شاب عنده خبرة ما عندهش خبرة معاسف ما عندهش خبرة لكن هو جاد فعلا نفسه يعني مشتغل بتعبير فيه بورتوكول فيه بورتوكول مع بعض الشركات العامة بس ما قدرش أذكر اسمها طبعا البرتوكول ده وفيه محاضرات يعني منصول محاضرات إزاي يبقى رجل اقتصاد إزاي يقدر ينامي مشروع عاملين بورتوكول للتدريب الحمد لله مفتوح دي بقى فحوص الجيزة بقى له أكتر من 8 شهور صح شروف فيه ناس قدمت فيه اللي هو يعني يا إما هو جاي عايزي تعلم حاجة معينة يا إما أهل الخبرة مع البرتوكول ده بيوجهه ده يصلح في كذا تمام آآ لما نتكلم عن الشباب آآ يعني والسوء العمل واللي بيعمل الذي يعمل لابد أن يكون سليم عقليا وجسديا وزهنيا وده بيقضني للحديث عن مشكلة وتحدي موجود في المجتمع المصري ألا وهو الإدمان وانتشار الجريمة آآ يعني ده برضو من الكاهل اللي مثلا وصل الاقتصاد لمرحلة صعبة يعني يعني لأنه هو بيكلفني على مم ومصحات وإدوية فقدت عنصر شاب في الأول وفي الآخر فقدتوا خلاص كان ممكن يبقى كذا كان ممكن يبقى كذا طبعا التكلفة طبعا بيبقى علي جدا بيبقى على ظهر الاقتصاد آآ بنحاول إحنا التوعية دايما بنعمل مؤتمرات وبنعمل محاضرات وبنعمل في النوادي وفي يعني مثلا كنا بنجيب دكاترل لدرجة إن إحنا مرة جبنا دكتور بصراحة كان جميل جدا آآ كان جايب سندقين يعني عبارة عن سندقين كده فيهم فرين آآ فيهم حاجة فكان بيوريه يعني بص ده رئة يعني نفخلص السجارة جوا السندوق وده آآ آآ وجابه وشرحوله قدامه قلبوا تلعشوه ده عشان كذا فيعني أنت بتبدأ بالسجارة ما هي المشكلة السجارة آآ بنحاول إن إحنا نكرسهم برضو موضوع الشغل بنحاول إن إحنا نبعدهم أو نشغلوا وقته عشان ما يلجأش أتمنى آآ لكم دوام التوفيق آآ سعادة المستشار آآ الأستاذ جمال راجح المحامي بالنقد والإدارية العليا والأمين العام لمدينة الجيزة حزب مستقبل الوطن آآ شكرك نورتنا آآ وإن شاء الله على وعد بلقاء آخر نستطيع آآ أن نكمل هذا الحوار عن التحديات التي تواجه مصر إن شاء الله المشاهدين كان هذا كل ما لدينا اليوم في حلقة حوار للنقاش على وعد بلقاء آخر متجدد مع هذا البرنامج تحياتي لكم تمنى لكم دوام التوفيق ودوام الصحة والعافية شكرا أراكم على خير تحياتي صفوة العرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة